من ربها الوطن في كافة أراضيه ومواجهة للأزمات الإنسانية والسياسية التي نتجت عن الحروب بين أبناء شعبنا والتي جاوز الصعوبات والعراقيل التي وضعت أمام تحقيق شعبنا لطموحاته في بناء يمنا جديد وتحقيقا لمتطلبات شعبنا في المحافظة على النسيج الاجتماعي ووقف نزيف الدماء وتضميد للجراح وحرصا منها على المحافظة على أواصر الأخوة بين كافة أبناء شعبنا وانطلاكا من المبادئ التي يؤمن بها شعبنا وحفاظا منها على أمن المواطنين كافة واستقرار الوطن وسلامة أراضيه وامتدادا لتضحيات شعبنا الأبي وتحقيقا لتطلعاته في سلام جامل ودائم وتنفيذا لتوافقات شعبنا الكريم أعلن إنشاء مجلس قيادة الرعاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الأنتقالية وأفوض مجلس القيادة الرعاسي تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفقا للدستور والمبادرها الخليجية وآلية التنفيذية وتشكيل هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرعاسي في مهامه وكلفت معالي وزير الأعلام والثقافة والسياحة لإذاعة منطوق هذا الإعلان والسلام عليكم ورحمة الله